علشان كده خلينا نروح المغرب لزميلنا كريم أحمد الحقيقة مجموعة لمتواجدة بازلة مجهود كبير جدا عشان تنقل لحضراتكم الصورة لحظة بلحظة وإن اللي بيحصل وزي ما حضراتكم شايفين ربنا يكرمنا يا رب الواحد لما بيشوف بس صورة كريم والمغرب الحقيقة بتبقى الواحد يعني جسمه بيأشعر الحقيقة لأنه الكل ينتظر المباراة الكل ينتظر ساعة الصفر ساعة الصفر إن شاء الله يوم السبت الساعة تسعة يا رب يكرمنا جميعا ونقدر نتخطى هذه المباراة الهمة جدا والصعبة جدا نروح لزميلنا كريم أحمد من المغرب يحكي لنا أو يلخص لنا إيه اللي حصل النهار ده طوال النهار وهو أعتقد في ملعب المباراة أو معرفش راح الفندق حنعرف منه دلوقتي خلينا نسمع زميلنا كريم أحمد تفضل كريم كابتن إسلام كل التحية لك من جديد والشكر والتحية موصولة أيضا كمان لكل جمهور اللي ناديل آلي الحقيقة كابتن إسلام يعني كلنا هنا مجددين شدة كده قوية لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله الشدة دي يكون مع العائلة النادي الآلي في التسعين دي بإذن الله كلها يكون دوافع ويكون رغبة كبيرة ويا رب إن شاء الله التوفيق يكون معنا كل الأجواء حتى دي اللحظة كابتن إسلام ماشية بشكل جيد جدا ومطام أن الترتيبات الإدرياء يمكن تكلمني عليها مرورا طبعا بيقال التدريب أبدأ معاك النهاردة كالعادة طبعا ونطمن كل جماعيرنا من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الآلي ورسائلنا اليومية والكواليس اللي مش حدش يشوفها طبعا إلا على شاشة قناة النادي الآلي نهاردة يمكن كان اليوم كابتن إسلام طبعا نقدر أقول بقى اليوم الفعلي والتدريبات الخاصة طبعا والاستعدادات الكملة لفريق النادي الآلي النهاردة اليوم بدأ صباحا طبعا واجبت فطار عشر صباحا غداء اتنين ونص ثم محاضرة فنية ستة ونص طبعا بتوقيت المغرب يمكن المحاضرة استغرقت خمسة واربعين ديئة بيتسو مسماني الحقيقة أكد على أكثر من نقطة فيها ديئة المحاضرة أكد طبعا على التركيز الكبير في تدريب اليوم للنهاردة واعتبر كابتن إسلام وانت عارف طبعا وكنت أحد نجوم النادي للي عارف ان التدريب النهاردة هيكون فيه شغل كبير جدا تدريب الغد يكون أقل لتدريب طبعا يوم الجمعة ليكون طبعا مسموح ليه الإعلام أول خمسة ديئة ويمكن بيبقى الأمور صعبة شوية ان انت تقدر تنفس تاكتك بشكل كبير لان انت عارفة كابتن إسلام الملعب الخاص هنا طبعا هو ملعب كهرماء الدار البيضاء يبعد عن فند الاقامة تلاتين ديئة بكرة كمان هيكون على نفس الملعب أرضية الملعب يمكن جيدة ويمكن تواجدنا عليها طبعا في النسخة الأخيرة ويمكن أكدت هذا الأمر كابتن إسلام طبعا فيه مدخلتنا أمس لأمور طيبة جدا حضور مجلس إدارة بالكامل متواجد بيتابع المران التأمين هنا حاجة مميزة جدا الجو العام هنا كابتن إسلام مطمئنا الحقيقة الكل معانا الكل بيساند الشرطة الشعب المتواجد لأمور طيبة جدا شين النهاردة بقى زي ما قلت لك كابتن إسلام قلت لك احنا احنا رجعنا ما كناش شايفين أي حد من الجماهيرة أو أي حد من أشقائنا المغربة في الشارع طبعا للحظر لكن نهاردة الحقيقة ويمكن كل ده يتعرض على شاشة تقناة النادي الآلي حب ومسندة وإشارات طبعا بعلامات النصر من كل الحقيقة أشقائنا في المغرب هنا المتواجدين معنا لحظة بلحظة الحقيقة كل طبعا الشكر اليوم يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الرسالة دي والدعم الكبير يكون مع فريق النادي الآلي عايز بس أطمئنا كابتن إسلام بقى النهاردة على التدريب بالحالة المعنوية حالة اللاعبين مدى التركيز الكبير الحقيقة اللي شايفينه مع فريق النادي الآلي تدريب يمكن بدأ النهارة طبعا في تمام الثامنة وهو طبعا توقيت المباراة التسعى بتوقيت القاهرة اجتمع الحقيقة بيتسو مسماني في بداية المران أكد على أهمية المباراة أكد على التركيز في التدريب ثم بدأ التدريب بجزء بدلي بسيط وجزء خططي وتكتك كامل جدا يمكن إحنا كابتن إسلام كالعادة ما بنكون طلعين معاك بيبقى خلفيتنا طبعا الملعب وبنحاول إن إحنا ننقل الأمور دي لكن حفاظا طبعا على سرية المران وإمكان إحنا طبعا حاجة ذكرت حاجة مهمة جدا قناة الأهلي هي جزء بيساعد النادي الأهلي وبيساعد فريق القرى ففي حاجات اللي واحد بيقولها طبعا في إطار طبعا قل مسموح وفي حاجات طبعا بتترك طبعا لي معادة المباراة سواء تكتك كطريقة لعب المهام طبعا اللي ممكن بيس المسلمين الحقيقة بأكد عليها طبعا مع البكات مع خط الوسط مع خط الضاري بيركز بشكل كبير جدا كابتن إسلام على الارتداد ده يمكن أمر ملاحظينه في التدريبات التغطيات العكسية ده أمر مهم جدا جدا طبعا سواء محمد داني متواجد سواء أكرم متواجد علي معلول محمود وحيد تغطيات دي مهمة جدا فالحقيقة الجدية واضحة جدا والتحذير كان مع العيبة يعني واحدة واحدة محدش خش جامد على بعض لأنه واضح الجدية كل عايز أخد فرصة كابتن إسلام حلم كبير لكل جمهور النادي الآلي وكل العيب يرتدي خميس النادي الآلي في النهائي للمرة التانية على التوالي ده أمر مهم جدا فيارب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الترتيبات الإدارية والفنية والمجهود اللي بيقوم باللعيبة إن شاء الله بإذن الله كل ده يكلل بالنجاح يوم السبت إن شاء الله يارب تكون بقى فرحة كبيرة هنا في كازابلانكا وأيضا كمان في القاهرة وكل شوارع القاهرة إن شاء الله الأمور مطمئنة يا كابتن إسلام وينقصنا بس إن شاء الله التوفيقكم معنا فيها المباراة أنا معك يا كابتن إسلام لو فيها أي استفسارات البعض هنا بيتكلم عن إن قد تكون حالة التركيز الكبيرة جدا عموما يعني أنا برضو لو تجيب لنا ساميل لو سمحت التمرين تحس إن برضو لعبين بيحاولوا يطلعوا من الضغط يا كريم بمعنى إن إحنا شايفين بعض الهزار في بداية التمرين أعتقد إن ده شيء رائع جدا وشيء بيطلع اللاعبين من الضغط اللي عليهم اللي هي اللحظات البداية في التمرين الخبرات مهمة جدا يا كابتن إسلام وعندنا عدد الحقيقة من لعب النادي الآلي وكابتن الفريق أصحاب خبرة وعارفين إمتى يكون في وقت التاريج وإمتى يكون في وقت الفرحة وإمتى بقى الجد يكون متواجد يمكن في لقطة مهمة جدا في البداية طبعا أكيد بنهني محمد شريف يمكن قدوم مولوده الجديد شريف محمد شريف ويمكن كانت في لقطة مع كل لعيبة اللي النادي الآلي حيوه طبعا كالعادة طبعا أي حد بيكون عيد ملاده متواجد لعيبة كلها بتحيي في لقطة طبعا معتادة من كل لعيبة النادي الآلي على نظام أوروبا لحقيقة محمد شريف يمكن كل لعيبة حييته في بداية ألميران لكن مجرد لبيتسو مسماني صفر بداية ألميران الكل دخل في مرحلة التركيز ومرحلة الجدية الكبيرة جدا للمعتادة على فريق النادي الآلي انت عارف كابتن إسلام وبأكد على الخبرة الكبيرة وانت كان حضرت أكثر من نهاية وحضرت مباراة عديدة جدا لازم يكون فيه ظهر بسيط ولازم يكون فيه هدوء شوية وده الدور الكبير الحقيقة اللي بيقوم بكل كابتن فريق النادي الآلي لعيبة الكبار بتكلم لعيبة الصغيرة الكل بيتكلم محدش يا كابتن إسلام ما بيتكلمش غير على المباراة محدش ما بيتكلمش غير على إسعاد الجمهور تسعين دقيقة مش عايزين نروح لأبعد من كده كل الحقيقة اللعيبة بتركز في هذا الأمر مع الجهاز الفني بالكامل مع المحاضرات الحقيقة اللي بيبقى فيها حماس كبير جدا من الكابتن سايد عبدالحفيز اللي دور كبير جدا مع فريق النادي الآلي ومع اللعبين الكبار وكل اللعيبة الحقيقة كلماته بيكون مؤسرة جدا وجود الكابتن الخطيب باستمرار بيتطمن على اللعيبة يكون متواجد معهم في المطعم في اللوبي في الباص في الملعب كل الأمور دي الحقيقة واصلة للعيبة بشكل كبير عشان كده بقول لك كابتن إسلام حالة التركيز كبيرة جدا والحماس موجود بشكل كبير جدا مطمنونة والثقة موجودة لكن بنأكد في كل مرة ثقة بحذر كبير جدا لأن الحقيقة كايزر الشيفز فريق مميز وعنده إمكانيات وعنده مدير فني مميز جدا فلابد الشغل يكون كبير وأيضا كمان يكون الشغل أكبر من بيتسو مسماني الأمور يا رب يا رب يا كابتن إسلام إن شاء الله تستمر بهذا الشكل اللي ماشي على الحقيقة لجهاز الفني مع لعبة للنادي الآلي التوفيق لو معنا كابتن إسلام الأمور أكون مختلفة بشكل كبير ونقدر نحرز هدفه اتنين وثلاثة ويا رب القادم يكون أفضل إن شاء الله للنادي الآلي هل في كلام ما بين اللاعبين أو ما بين أعضاء البعث عن الحكم أو طاقم التحكيم اللي حيكون متواجد في هذه المباراة يعني لا مدارش أقول إن في أحاديث طبعا عن الحكم لكن أكيد في أحاديث بالنسبة للجهاز الفني الحكم طبعا يعني مدارش نقول الحكم مشهور طبعا عندنا حكام زافريقيا مميزين جدا ويمكن خضوا مباراة عديدة لكن في حذر الحقيقة من الحكم طبعا لإنه ممكن قراراته تكون مفاجأة الاعتراض يمكن بيتس المسلماني بيأكد على هذا الأمر في كل مرة مع الكابتن سيدة بالحفيز ضبط النفس أمر مهم جدا مع اللعبة التدخلات لسه مش عارفين برضو الحكم يعني التجاه يكون إيه أو الشكل العام يكون إيه لكن التحذيرات موجودة والخبرات الحقيقة موجودة مع كل اللعبة الندي الألي بس الجدية يكون موجودة والحماس الكبير اللي بنشوفه مع لعبة الندي الألي إن شاء الله يكون التوفيق معنا الشغل اللي بيبزل من مجلس الإدارة من اللاعبين ومن الجهاز الفني يعني عندنا تفاول كبير وثقاتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا أن بعد الجهد الكبير جدا اللي بيبزل والمناخ الطيب اللي بتوفر من مجلس إدارة إن شاء الله يكون ربنا معانا والتوفيق يكون معانا في تسعين ديئة لكن أمر الحديث عن حكم ده مطروك بقى اليوم المبورا إن شاء الله يا رب يكون التوفيق معه مع طاقم التحكين بالكامل يا كابتن إسلام يا رب إن شاء الله كريم دور اللاعبين الكبار ودور اللاعبين الخارج القايمة الأفريقية الحقيقة وهو وجودهم مع الفريق الحقيقة أنا بس اطلقها من زاوية تانية أن هي وجود هؤلاء اللاعبين دعم ومسندة لزميلهم الحقيقة حاجة محترمة جدا تحسب لمجلس إدارة النادي الألي وإدارة الكرة في النادي الألي أنت عارف يا كابتن إسلام يعني أسرة النادي الألي وعائلة النادي الألي دي كلمة كبيرة جدا النادي الألي قيمته كبيرة جدا ربنا بنشوف اللاعبة كلها متواجدة لخارج القايمة واللداخل القايمة اللاعبة اللي لسه اللي بتعمل الركافر وبتعمل استشفى وبتعمل طبعا تقيل كل الأمور دي بتدينا إشارة كبيرة جدا هي أسرة واحدة الفرحة واحدة وممكن في الهزيمة واحدة لكن الرسالة دي مهمة جدا كل اللاعبة الكبار الحقيقة وده أمر مهم جدا بيحفزوا بيأكدوا على هذا الأمر بيأكدوا على أهمية المباراة بيركدوا أيضا كمان لكن الجانب المهم جدا أنت مفيش جمهورة كابتن إسلام في الطرف التالي لكنه زي ما بنقول لو كان فيه مداد متواجد لو كان فيه أي فرقة مغربية الأمر كان يكون مختلف بشكل كبير فده عامل اللي نشتغل عليه بشكل كبير لعيبة بتأكد على هذا الأمر كل كابتن فريش ناوي أيمن أشرف وليد سليمان سعد سمير كل الحقيقة اللاعبة الكبار بتتكلم على هذا الأمر واللعيبة كمان اللي متواجدة على الجانب الأخ عندنا لعيبة صغرين كبير جدا لكن قيمتهم كبيرة جدا وعقلياتهم كبيرة جدا وعارف يعني أهمية قميص النادي الأهلي وعارف يعني إيه ترفع البطولة العشرة للموسم التاني على التولي كل الأمور دي في ذهن اللاعبين في ذهن الجهاز الفني في ذهن مجلس الإدارة يا رب إن شاء الله بإذن الله تكلل بالنجاح كل هذه المجهودات يا كابتن إسلام الجو أو درجة الحرارة حول معدلها يعني ما فيش تغيير كبير أعتقد الجو مميز جدا يا كابتن إسلام ساعة 8 نفس التوقيت اللي يكون فيه المباراة الحقيقة درجة الحرارة 24-25 وفيه يعني نقدر نقول فيه برد شوية وده أمر يعني يساعد لعيبة اللي نادي الأهلي بشكل كبير على الجاري يعني كنا منتمنى فيه شرطوبة أو فيه الكلام ده لكن يا رب يوم السبت فيه تقلبات بس يا كابتن إسلام يعني كلما بنسأل حد يقولك الجو ممكن يتقلب الصبح الحقيقة بفيه حرارة لكن الجو بالليل في معادة المباراة جو مميز جدا ويمكن تكون إشارة من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يوم السبت يكون الجو بهذا الأمر وإن شاء الله بإذن الله يكون البطولة العشرة من نصيب النادي الأهلي يا كابتن إسلام كيف تتكلم الصحافة المغربية عن هذه المباراة نهائية؟ الحياة اهتمام إعلامي كبير جدا هنا طبعا بكل الصحفة المغربية كل طبعا الناس بتكلم طبعا على استقبال المغرب لنهائي دورة أبطال أفريقيا ووجود النادي الأهلي بيقيمته الكبيرة الكل عنده تفاول كبير الكل بيأكد على النادي الأهلي عنده نجوم وبيتسو مسماني الحقيقة ناس بتشيد به بشكل كبير جدا وبيحبوه بشكل كبير جدا وكل الصحافة بتتكلم على المباراة على أهمية المباراة النادي الأهلي بطل أفريقيا النادي الأهلي أصحاب صاحب برقم كبير وصاحب تاريخ كبير لكن إنت ذكرت نقطة مهما كابتن إسلام قلت التاريخ لوحده والتسعين ديئة لوحدها فده اللي احنا بنتكلم عليه وبنأكد عليه كمان مهما كانت التاريخ ومهما كانت البطلات 90 دقيقة مختلفة بشكل كبير جدا لكن الاهتمام الإعلامي هيزيد كمان بقى مع قرب المباراة ومع وجودنا طبعا في المؤتمر الصحفي لا يكون إن شاء الله يوم الجمعة 12 ونص زهرا بتوقيت الألدار البداية يكون المؤتمر الصحفي بحضور محمد الشناوي كابتل الفريق وابيتسو مسماني مع التصريحات بقى ومع التصريحات الشناوي هنبدأ بقى نخش في اتجاه تاني مع الإعلام المغربي المساند والدعم بشكل كبير جدا لكل لعابي على النادي الأهلي هل اللاعبين بيتابعوا تصريحات لعابي كايزر تشيفز خلال التلات أربعة تيام اللي فاتوا الحقيقة تصريحات لعابة كايزر تشيفز الحقيقة هي تصريحات متوازنة جدا ما بيفكروش برضو غير في شيء واحد فقط وهو كيف يفوس كايزر تشيفز على النادي الأهلي هل التصريحات دي بتوصل اللاعبين ولا بعدين عن الموضوع ده شوية الحقيقة كابتل الإسلامي يعني فيه فصل كبير جدا وفيه تركيز كبير آه ممكن طبعا الأخبار بتتناثر بشكل بسيط جدا لكن إنه ممكن أي خبر ياخد حيز فكر كبير جدا من لعاب النادي الأهلي لا ده ما اعتقدش يكون متواجه مع لعاب النادي الأهلي لكن اللاعبين بتواصل وبتابع بشكل كبير ويمكن عندهم طبعا أمل كبير كايزر تشيفز زي ما قلنا أول مرة يمكن يصلوا ليه النهاية وعندهم دوافع وعندهم أمور عديدة ده بيوصل للعيبة وبعض الناس طبعا بتتكلم واللعيبة انت عارف كابتل الإسلام اللي بيمكن طبعا بيبص على خبر بيتابع حاجة لكن اهتمام كبير للطرف التاني لا كل اللاعبة هنا مهتمة بشكل كبير جدا بالتدريبات بالاستعدادات بالتعليمات الخاصة بالبيتس مسلماني ده أمر مهم جدا كابتل الإسلام وحابيني نقل له الجمهور الحقيقة لأن جمهور النادي الأهلي بيقدر سالة رائعة وده مش كبير عليه دعم ومساندة مهما كان حتى آخر لحظة مهما كان اللي بيحصل الفترة اللي فاتت مهما كانت الإخفاقات أو مهما كان المكسب هو دعم ومساندة فقط لغير بنسبة لعيبة النادي الأهلي ده بقى النقطة المهمة جدا اللي وصل لكل اللعيبة لعيبة النادي الأهلي عرف أهمية البطولة وعرف يعني إيه جمهور مصر أو جمهور النادي الأهلي أو شعب مصر بالكامل يفرح في هذا اليوم يوم السبت يا رب إن شاء الله يكون يوم فرحة ونصر وسعادة لكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كابتن إسلامي عموما كل التوفيق بشكركم دائما على التغطية الرائعة الحقيقة لكل جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بشكركم على التغطية اللي عاملينها فإن شاء الله نكمل بكرة وبعد وبعد وإن شاء الله يا رب لغاية لهم يوم المباراة وإيه اللي حيحصل في المباراة أشكرك جدا زاملنا كريم أحمد من المغرب زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دائما ان احنا نضع حضراتكم لحظة بلحظة على ايه اللي بيحصل في المغرب لو اي حاجة حصلت هتلاقونا بنجيب كريم او بنجيب اي حد من المغرب يقولنا ايه اللي بيحصل عشان تبقوا حضراتكم دايما متواجدين على شاشة قناة النادي الاهلي تشوفوا ايه اللي بيحصل الفريق بيتحرك ازاي بتمرانوا ازاي الحزار اللي بيهزروا الجد اللي بيشتغلوا به تمرينتهم عاملة ازاي اكلوهم عامل ازاي شربوهم عامل ازاي عايزين نعايش حضراتكم مع اللاعبين واللاعبين عارفين الكلام ده كويس عارفين ان حضراتكم تتفرجوا عليهم في شاشة قناة النادي الاهلي وعارفين ان حضراتكم مستنيين يوم السبت القادم احنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نرفع الكاس في ظل مباراة صعبة جدا جدا لازم يكتهد كل اللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب علشان يقدروا يصلوا للهدف الرئيسي لنا ان شاء الله وهو الفوز في هذه المباراة ان شاء الله تبقى مباراة تاريخية يا رب يا رب ان شاء الله يبقى يوم السبت القادم هو يوم جميل على كل الاهلوي